اهلا بحضراتكم مرة تانية كنا نعرف تفاصيل اكتر من الكاتب الصحفي الاسد احمد ناجي امحا رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك اسد احمد احمد محمد زي حضرتك يا اهلا بك يا فن صباح الخير يا فن يا اهلا بحضرتك عايزين قراءة وافية لهذه القمة وكلمة سيادة الرئيس عبدالفتاح سيسي مبارح اللي تكلم كمان وقال ان هذه القمة توقض في ظرف استثنائي بيمر به العالم كله واهمية هذه القمة في عودة العلاقات العربية الامريكية مرة اخرى طيب خلينا ناخد من عودة العلاقات العربية الامريكية مرة اخرى ونقول ان المسهد اللي صفنا بالامس مشهد افتقدته المنطقة العربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية وهذا التوافق العربي في الاداء وفي الخطاب ومضمون الخطاب ده نتيجة مجهود كبير جدا حصل طول الثمان سنين اللي فاته وكثفه في الفترة الاخيرة على مدار الاسبوعين اللي سبقه القمة علشان نقدر نفهم لازم نشوف التحركات المصرية والتحركات الخالجية وتحركات على الاصعادة الصنائية والثلاثية اللي قامت بها الدولة المصرية من اجل تقريب وجهات النظر اللي اثرت عن حل حالة كثير من المواقف العربية تجاه بعض القضايا والالتفاف والتلاحم حول قضايا مصرية بتشكل رؤية الدول وفقا لعنوان القمة القمة كانت تتحدث عن الامن والتنمية قمة جدة الامن والتنمية انت تتحدث عن تحقيق الامن بهدف القدرة على المضي قدما في عملية التنمية يعني انت ما تقدرش في منطقة في الوطن العربي بيسوده الأزمات بيتسوده الصراعات بتتفجر في النزاعات الطائفية النزاعات الإثنية النزاعات الجهوية انك انت تتحدث عن قدرة على التنمية او قدرة على تحقيق الاستقرار وفي الاطار ده كان فيه تفهم لدور القوى التي دائما ابدا ما عبست بمقدرات الشعوب العربية وعبست بالدول العربية نفسها على مدار الفترة اللي فاتت من 2011 لغاية النهاردة وبالتالي مجهود مصر كبير اتعامل الفترة العشر تيام من قبل القمة سبقوا بقى طول السنين اللي فاتت علشان نفهم اكتر دوائر التفاعل الرئيسية للامن القومي المصري سبتة ومعروفة انما الدولة المصرية يعني ابتكرت دوائر فعالة تستطيع من خلالها ان تفاعل الدوائر اللي فيها نوع من انواع التباطؤ في الحركة ليه لان الحضرات لو بصيت على المغرب العربي منطقة المغرب العربي في ازمات في ليبيا في ازمات في تونس لو بصيت على المشرق العربي عندك في ازمات في السودان كمان لو بصيت على المشرق العربي العراق لبنان سوريا اليمن كل ده بيحد من فعالية التفاعل العربي في اطار جماعة الدول العربية فبالتالي كان ابتكار مصر لقالية التعاون السلاسي والتعاون السنائي والتعاون الرباعي يمكن احنا شفنا الترويكة العربية اللي كانت مصر الإمارات السعودية البحرين شفنا مشروع المشرق الجديد او مشروع الشام الجديد مصر العراق الأردن واللي انفتح في لحظة من اللحظات واستقبل دول من الخليج العربي حضرة القمة اللي كان عقدت هناك وحضرها الرئيس الفرنسي والتحرك ده فعل من دور الدولة المصرية في قضايا الأمة العربية وده انت تقدر تتلمسه في المواقف من قضايا بعينها يعني قضايا فلسطينية القضايا المسألة السورية المسألة العراقية المسألة الليبية بتشوف ازاي الدولة المصرية قدرت تغير من منطلقات التعامل والتفاعل لبعض الدول العربية والقوة الكبرى في الوطن العربي في التعامل مع هذه القضايا فبالتالي انت بتقدر مبارح تشوف ازاي هذه القدرة المصرية على التأثير واحداث الفارق في التوجهات انعكس على الخطاب لكل الأطراف العربية المشاركة في القمة مش بس العربية يا فندم كمان يمكن كمان النقطة دي تحديدا اشار لها الرئيس الامريكي جو بايدن على قدرة مصر على تأثير في ما يحدث في الدول العربية هنا هروح لنقطة تانية وهي كلمة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ممكن همقول لها كلمة تاريخية لانها شملت مقربة لخمس محاور مهمين جدا خلينا من خلال حضرتك تعرفون لسيدة المشاهدين بشكل مبسط وايضا ازاي ممكن تكون هذه الكلمة او هذه الخارطة خارطة الطريق ازاي ممكن تكون هنقول مثابة استراتيجية او خارطة طريق زي ما احنا بنوصفها نقدروا يمشي عليها الفترة الجاية طيب في البداية وانطلاقا من كلمة حضرتك سيدة الرئيس الامريكي فيما يتعلق بمصر الولايات المتحدة الامريكية شراكة استراتيجية على مدار فترة طويلة من الزمن ولكن بالامس كانت العنوان الابرز انها قمة ندية الشراكة الدولة المصرية مبدأ الندية بتتبع في تفاعلاتها مع كل القوى الدولية والدولة العظم في العالم بتقوم على اعلاء المصالح المشتركة بتقوم على اعلاء التعاون بتقوم على اعلاء القيم والمبادئ الإنسانية في العلاقات الدولية بتقوم على احترام الآخر واحترام حق الغير واحترام السيادات الوطنية الدولة المصرية في هذا الإطار قادرة تقف وتتفاعل مع الشركة الامريكية في إطار من الندية الوطح الشركة الامريكية قادر يتفهم تماما وقدر يفهم الدور المصري في الصراع العربي الإسرائيل ويمكن كان التدخل المصري في الأزمة التي كادت أن تفجر الإقليم في لحظة فاصلة وكانت مصر بتحضر مؤتمر في فرنسا كان فخامة رئيسة عفتاح السيسي مشارك في مؤتمر في فرنسا بشأن تعاون الفرنسي الأفريقي وحل حالة الأزمة السودانية وما نتج عنه من اتفاقيات أدت إلى توقيع الهدنة ثم البدء في عملية إعمار غز ده مش هيغيب عن زهن صناع القرار على مستوى العالم ومتخذ القرار على مستوى العالم فعالية الدور المصري في قضية هي القضية الرئيسية من هنا أمريكا مش ممكن تغفل ده لكن اللي احنا لازم نتفهمه إن الرئيس جو بايدن بيعبر عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة تجاه الإقليم الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الإقليم دائما أبدا عندها حاجتين ما بتتخلش عنهم الحاجة الأولانية ضمان أمن وسلامة دولة إسرائيل الحاجة الثانية ضمان استمرار النفط وتأمين مصادر النفط بصورة تضمن عدم انقطاعه ويمكن الأمر الثاني ده تبلور وظهر بقوة بعد حرب 73 لما استخدم العرب سلاح النفط في مواجهة العدو في هذه اللحظة لكن أي رأي يا سيد أحمد بعد كده ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تغير من رأيها وجهة نظرة جاء أي قضية من القضايا طالما أبقت على هذين العاملين العاملين يا فندم اللي هو أمن إسرائيل وفي نفس الوقت تضفق النفط لما بتشوف حضرتك الزيارة هو بدأ بزيارة دولة إسرائيل ثم توجه إلى السلطة الفلسطينية والطاقة بسيد محمود عباس أبو مازن ولازم نتفهم هنا التحركات الأمريكية والأهداف بتاعتها شكلها عامل إزاي الأهم من ده أنك إزاي قدرت تتفاعل كدول عربية مع هذه التحركات المسبقة وقدرت أنك إزاي تحط الأمور في سياقها الصحيح يعني لما بتتكلم على صوت عربي موحد يمكن أنت الأول مرة من فترة طويلة جدا من الزمن أنت بتسمع صوت عربي موحد زي ما تفضلت أساس جومانو قالت في خارطة مستقبل عربي يمكن فخامة رئيس ترحى في خمس نقاط وتم تفسيرهم في البيان الختامي في حوالي 19 نقطة والأهم من ده ومن ده أن كل زعيم عربي كان مشارك في القمة بالأمس تناول محورين من هذه المحور الخامسة وركز عليه في كلامه ده اللي بقوله لحضرتك أنك أنت لازم نفهم المجهودة اللي حصل قبل القمة دي علشان نقدر نوصل لهذه الفعالية في الأداء في خلال مجريات أعمال القمة لما بنبص للمحددات اللي وضعها في خمس رئيس عفتاح السيسي لازم نبتدي بأنه هو بيتحدث عن المبادئ الإنسانية وبيتحدث عن أن الدولة مصرية دولة سلام وبيتحدث أن الدولة مصرية هي أول دولة توجهت نحو السلام وتبنته كخيار استراتيجي بالنسبة لها ولازم الكل يفهم أنه أنا الأوان أن تتمتع شعوب العربية بحقها العادل في التنمية المسادمة في الإطار ده جاء صياغة المحور الخامسة اللي ترحى سيادته المحور الأول كان بيتعلق بالقضية الأم قضية فلسطينية وهي قضية فلسطينية دي بالنسبة لفكر الرئيس عفتاح السيسي بالتحديد بتعني حل لكثير من الإشكاليات لو أنت بتكلمي عن الإرهاب كعامل من المحور اللي تحدث عنها سيادته بس علشان تعملي عملية تجنيد للإرهاب أنت بتحتاج أنك أنت تخدي قضية حساسة وتقدر يتعمل بها غسيل مخ أو تزييف وعي لدى قطاع من الشباب بتجاهزين أنه يتم تجنيده على أساس تبني هذه القضية ومبادئ الجهادية اتجاهها بصورة تؤدي إلى الانضمام للتنظيمات الإرهابية أو الإجرامية فبالتالي القضية فلسطينية هي كانت قضية الأولى ويمكن ده اللي تمحورت حولها كافة الخطابات العربية يعني دي كانت قضية الرئيسية عند كل الناس بالأمس ووضح فيها أن فخامة الرئيس مصر على دولة على حدود 4 يونيو 67 ضمان حق العودة للاجئين إقامة حل الدولتين طبعا القدس الشرقية عاصمة الفلسطينيين وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الدولة المصرية بتشوف أن ده يضمن تحقيق سلام شامل ودائم وعادل وهي بترى أنه هو ده الطريق الوحيد لوقت أزمات كتير تانية بتواجه الأقليم الأمر الثاني طيب قبل أن نروح للأمر الثاني هل الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي هتدعم هذا الأمر في حل الدولتين حتى خلفية الموضوع أنه هو لما زار إسرائيل وراح التقى بقادة إسرائيل ولما راح زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم ما تطرقش للحديث عن هذه الأمور بل أنه خاد الموضوع ليه التنمية ودعم القطاع الصحي فقط طيب زي ما قلت لحضرتك إحنا وجهنا بشجاعة غير مسبوقة من قبل وبمطالب واضحة وصريحة وبلحجة شديدة لدى كل الزعماء العرب بما يضع الولايات المتحدة الأمريكية في موضع المسئولية أنت بتحطهم على النقطة التي لا يمكن أن يتراجع عنها عليكم دور في هذا الصراع وعليكم دور في تنفيذ قرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن ومن ثم عليكم إذا كنتم جدين في التعامل والشراكة والتنمية في هذا الوطن العربي أنتم تضمنوا تحقيق حل عادل ودائم وشامل للقضاء فلسطينية هيلتزم مش هيلتزم طبعا ده أمر متوقف على إرادة الإدارة الأمريكية ومتوقف أكتر على استمرار هذا التوحد العربي خلف هذا المطلب الرئيس اللي طرحوا كلهم فيه المحور الثاني اللي كنا بنتكلم فيه في كلمة السيد الرئيس كان محور بيتعلق به أنت إزاي في المجتمعات بتاعتك بتعمل خصوصية للتنمية السياسية للإصلاح السياسي الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الهيكالي لتحقيق معدلات تنمية معقولة ومن ثم ده بيتطلب علشان تقدر تعمل كل ده أن تحافظ على الدولة الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية وبالتالي بنروح للنقطة الثالثة اللي هي كانت السيادة السيادة للدولة الوطنية العربية تتطلب أنك أنت تواجه كل المعوقات التي يمكن أن تهدد قدرة الدولة العربية على ممارسة سيادتها بتتطلب احترام مبدأ حسن الجوار بتتطلب أنك أنت تتفاعل بصورة أكثر وعياً بالمخاطر اللي تهدد بقاء الدولة الوطنية المحور الرابع كان بيتعلق به الإرهاب ويمكن الإرهاب ده هي الإشكالية الرئيسة للدولة المصرية قدرت أنها تضحضها ولها تجربة كبيرة فيها ولها رؤية في هذا الإطار أن حان الوقت لكي يلتفت العالم ويحاسب الجهات المسؤولة عن دعم اللوجستي والدعم المالي والدعم العملياتي العملياتي والدعم المعلوماتي لهذه التنظيمات لكي تستطيع أن تمارس هذا الإرهاب على الأرض وأن تعصف بأمن واستقرار الشعوب العربية الأمر الأخير بقى كان مبدأ المسؤولية الدولية ومبدأ المسؤولية الدولية كان بيتعلق به أن على العالم الآن أن ينتبه أن هناك شعوبا تعاني نتيجة أزمات لا دخل لهم فيها الشعوب العربية تعاني من جائحة كورونا ويمكننا نبدأ نرى الفقرة اللي فاتت كان الحديث عن بدء ارتفاع معدلات الإصابة مرة تانية وجائحة كورونا هي تسببت فيه خسائر اقتصادية هيلة على مستوى العالم خلت قضية زي قضية التضخم تحتل المرتبة الأولى في أولويات العمل الاقتصادي على مستوى العالم بعد ما كانت حل مشكلة البطالة في المكانة الأولى عملت نوع من أنواع التخييد على حرية سلاسل الإمداد والتوريد في المرور بسهولة نتيجة توقف الصناعات ونتيجة توقف معاملات التجارية ونتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وتلاها على طول الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الروسية الأوكرانية فعلت من أثار هذه الجائحة وأدت إلى أزمة تهدد الأمن الإنساني والأمن البشري فيما يتعلق به أزمة الغزاء وأزمة الغزاء دي وأزمة الحبوب اللي فردت على العالم بتهدد كثيرا وتهدد بتفجر الصراعات ويمكن إحنا بدأنا نرى مؤشرات على هذا في العديد من دول العالم عديد من الاضطرابات وعديد من الاستقالات للعديد من الكبار المسؤولين في دول كبيرة بدأت بجونسون في بريطانيا وانتهت برئيس وزراء إيطاليا ومجموعة أخرى من الاستقالات وشبه ثورة في سريلانكا إذن أنت بتتحدث عن أن هذه الاضطرابات طالت أطرافا عديدة التقديرات بتقول أن المنطقة العربية مرشحة هي تشهد مثل هذا النوع من الاضطرابات نتيجة تدعيات هذه الأزمتين دول هنا بينبغي أن يكون في مسؤولية دولية عن ضمان حد أدنى من التأمين الجزائي لهذه الدول يتزامن مع المسؤولية الدولية في إصلاح البيئة والمناخ لأن المسؤولية الدولية هنا تقع على عاطق دول أحرزت تقدما كثيرا في ثوراتها الصناعية وده أدى إلى الإضرار بالبيئة في الدول الأقل حظا على سلم التطور الصناعي أو التطور المجتمعي ومن ثم جاء الوقت لكي نعالج كل هذه الأزمات انطلاقا من المسؤولية الدولية سواء للولايات المتحدة الأمريكية بصفتها القوة العظمى في العالم أو لباقي الأطراف في العالم وفي النهاية كانت فيه مناجده بقى لكل الأطراف الالتزام بالعقل في التعامل مع أزمة زي الأزمة الأوكرانية الروسية وإنه لابد من البحث عن حلول سياسية سريعة ضمانا لعادة الأمن والاستقرار لأنه هو ده الحل اللي كيتفادى العالم مزيد من التأثيرات التي يمكن أن تعصف بالأمن البشري والأمن الإنسان طيب أستاذ أحمد حضرتك كلمت عن كذا نقطة أولا فكرة ندية العلاقات المصرية الأمريكية في نقطة تانية كمان حضرتك ذكرتها وهي الأزمة الروسية الأوكرانية وما سببته من نقص في سلال الإمداد للغذاء والحبوب أيضا مشكلة في الطاقة مشكلة عالمية في الطاقة وأزمة عالمية في الطاقة في النقطة دي لو جينا بصينا على مصر هنلاقي أن مصر دلوقتي بقت لها دور فاعل ودور مهم وبقت قادرة على أنها تصيل الغاز وأيضا أنها تصدره وبقت طبعا بجانب رئاستها لمنتدى غاز شرق المتوسط النقطة دي تحديدا وزي ما حضرتك تحدثت كمان فكرة أن الطاقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو للغرب بشكل عام أصبحت نقطة هامة جدا ويجب أن يؤمنوا مصدر للطاقة بشكل كبير جدا النقطة دي تحديدا لأي مدى تخلينا نقول أن هي تقدر تثقل أو تزيد من ثقل كمان الدور المصري بالنسبة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب وأنا أقصد هنا مواجهة مش لازم تكون مواجهة بالزبط في التفاعل أو التعامل بوسف أندم فيما يتعلق به الجزء الأول من السؤال وهو نديت الشراكة اللقاء الذي جمع الرئيس عفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جون بايدن حضرتك تقدر يتقف على التأدير الكبير لأبداء جو بايدن بالقيادة السياسية المصرية والتأدير الكبير لإسهمها في تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم والتأكيد على محورية الدور المصري في الاشتباك والتعامل مع كافة القضايا التي يمكن أن تهدد الأمن الأقليم الدولة المصرية كانت حريصة فخامة الرئيس كان حريص في هذا اللقاء على التأكيد على أربع قضايا القضايا السورية القضايا الليبية قضايا سد النهضة والصراع العربي الإسرائيلي خلينا نقول أكتر أن مش بس ده لكن مصر كانت حريصة أن تبرز دورها لو إحنا بنتكلم على دورها اللي تم توضيحه في الملفات التانية لا مصر كانت حريصة أن تبرز دورها إزاي هي قادرت تمارس الرشادة والعقلانية في التعامل مع ملف زي ملف أزمة سد النهضة وده كان محور رئيسي في اللقاء بين الرئيس عفتاح السيسي ورئيس أمريكي جو بايدن وكان محور برضو في الاجتماع القمة وكان محور في ألبان الختام الدولة المصرية عرضت في خلال اللقاء كما أتصور لجهودها التنموية وقدرتها على خلق دوائر جديدة يمكننا نتكلم على خلق دوائر جديدة لتفعيل المنطقة العربية والتحركات في المنطقة العربية لاجه ما تقدريش تستسني المجهود اللي حصل بين مصر واليونان وكبروس في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وإزاي أن القاهرة أصبحت هي مركز هذا المنتدى وإزاي أن هذا المنتدى ابتدى بتعاون مجموعة من الدول القليلة وابتدى يتسع لكي يشمل مجموعة أكتر من الدول وده بيعبر أنه مصر مش هتبقى بس غاز شرق المتوسط ولكن هو منتدى للطاقة مصر بتتكلمي على شبكات الربط القهربائي بتتكلمي على القدرة العالية على الإنترنت والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والربط الدول العربية بالقرى الأوروبية إذن أنت بتتكلمي على دولة رايحة في المساحة الطاقة والاتصالات مساحة مختلفة تماما وفق المؤشرات أو معايير التنمية المسادمة الوردة في خطة مصر 2030-2050 ده موقعه إيه ودلالته إيه بالنسبة لمتغز القرار الأمريكي إنه هو لازم يتفهم أن الدول العربية أصبحت تملك إرادتها وأصبحت قادرة على صناعة التأثير في المناطق الاقتصادية المؤثرة في العالم وإن هي تملك حلولا لأدوات تم تغيبها عنها لفترات طويلة الغاز المصري موجود من فترات طويلة لكن إرادة صنع القرار على اكتشاف حقول الغاز وإصراره على أن يخرج هذا الغاز إلى النور هي اللي مكنتنا أن نعمل هذا وده ما كانش يتم برضو وبردو نأكد ونقول أنه لولا وجود قوات مسلحة حديثة ومدربة تستطيح حماية الموارد المصرية المائية والحدود المصرية أنت مكنتش هتقدر يتعمل هذه الاكتشافات عشان بس الناس تبقى فهم هذه الصورة المتكاملة ليه إحنا بنحدث قواتنا المسلحة حماية الحقوق يتطلب قوة أي نوع من أنواع التهديدات للحقوق الاقتصادية المصرية لما بتتكلمي على النفط زي ما قلنا أنه محور رئيسي في اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية بالوطن العربي هو تأمين إمدادات النفطية مش للولايات المتحدة بس ولكن لكل دول العالم المملكة العربية السعودية كانت واضحة بالأمس أنها رفعت حد الإنتاج إلى 13 مليون برميل وأنه لا يمكن زيادة هذا الإنتاج إلى ما هو أقصى من ذلك كانت رسالة واضحة تماما أنه وصلنا إلى حد الكفاف مش هنقدر نزود ده في دوق الالتزام باتفاقيات أوبل بلاس وبالتالي ده أمر خارج عن السياق الأمر المهم كمان أنه وإحنا بنتكلم في ده أنه في مصالح متضربة في الأقليم حضرتك بتتكلمي على الرئيس جو بايدن كان يتحدث عن غرماء يمكن أن يحلوا محل الولايات المتحدة الأمريكية حالها وانسحبت منها الأقليم بس هي ما انسحبتش الحقيقة يعني الولايات المتحدة الأمريكية موجودة وقاعدها موجودة والقيادة المركزية القواتها موجودة في قطر فأنتي بتتكلميش على انسحاب حقيقي من الأقليم ولكن هي انسحبت من أفغانستان انسحبت بعض القوات من العراق ولكن هي موجودة على الأرض الانسحاب الأمريكي كان انسحاب شكلي مش انسحاب حقيقي بس خلينا نقول الأهم من ده أنك انت الفزاع اللي كان بيحاول يتم استخدامها انسحابنا من الأقليم عندنا تهديدات من روسيا عندنا تهديدات من الصين عندنا تهديدات من إيران الدول العربية كانت أكثر زكاء وأوضحت في كلمتها فيما بين السطور أنه لا تهديد وأن هذه الدول ممفتحة على التعامل مع كافة الأطراف طالما فيه احترام لمبادئ السيادة وطالما فيه احترام لمبدأ حسن الجهار قادرة كمان على حل أي مشكلة قد تطر على الأقليم نشكر حضرتك طبعا على هذه القراءة الوافية في قمة الأمس سيد أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية شكرا جزيلا لك شكرا أستاذ محمد شكرا أستاذ جمعين شكرا حليك وصلا